الإمام أحمد بن حنبل يقول بر الوالدين كفارة الكبائر بر الوالدين كفارة الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره طوبى له زاد الله في عمره أهمنا الآن أن نتكلم عن مثال أو مثالين في الجانب التطبيقي للنبي صلى الله عليه وسلم في بره لوالديه تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بلا أب وبلا أم الفترة التي يعيشه أي إنسان يافع في هذه الدنيا ولكنه كان بارا بارا صلى الله عليه وسلم بل هو سيد أهل البر الحديث يقول عن أبي الطفير رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة بواد الجعرانة الذي هو يسمى الآن بالشرائع جهة مكة المكرمة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعران وأنا غلام شاب فأقبلت امرأة فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه صلى الله وسلم عليه فقعدت عليه يعني على ذلك الرداء فقلت من هذه قالوا أمه التي أرضعته وهي السيدة حليمة رضي الله تعالى عنها فمن بره بالأم التي أرضعته صلى الله عليه وسلم هش وبش لها ثم بسط لها رداءه وأجلسها عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا حديث ثاني قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى صلى الله عليه وسلم من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت قضية والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر القضايا التي تكلم فيها العلماء ومن أشهر من تكلم فيها الإمام الصيوطي رحمه الله له فيها جولات ناجحة وألف في ذلك رسائل متعددة منها مسالك الحنفاء في أبوي المصطفى والتعظيم والمنة في أن أبوي الرسول في الجنة والدرج المنيفة في الآباء الشريفة ونشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين والمقامة السندسية في النسبة المصطفوية والسبل الجلية في الآباء العلية وغير ذلك ختم رسالته السادسة بموضوع في غاية الأهمية وكلمات مهمة جدا لأن أعلم علم اليقين أن هذه المسألة تكلم فيها الكثيرون ممن يعني أراد مسألة أو أراد أخرى ولكنه ختم كلامه في الرسالة السادسة والسبل الجلية فقال وهذا منتهى الإنصاف منه رحمه الله قال إني وأن أقرأه لكم بالنص إني لم أدعي أن المسألة إجماعية بل هي مسألة ذات خلاف غير أني أخترت أقوال القائلين بالنجاح لأنها أنسب بهذا المقام الإمام الصيوطي بيّن وقال إن هذه المسألة اختلف فيها الناس ولم يدعي أن فيها إجماع كامل وهذا لا بد أن يعرفه الجميع ولكنه قال أنا اخترت القائلين بالنجاح لأنها أنسب بهذا المقام وهذا الأمر يختاره دائما أصحاب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله قالوا أنت قال فإن العباس أكرم مني وأنا منه أو قال فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا العباس مني وأنا منه كما قال صلى الله عليه وسلم وقال أيضا ما بال أحدكم يؤذي أخاه في الأمر وإن كان حقا إذن الخوط في هذه المسألة ينبغي الإنسان يتنبه الخوط في هذه المسألة ليس بالأمر المستحسن فيه إيذاء ومدام أن فيه إيذاء اختر السبيل الذي اختاره العقلاء ولا تختر غير ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم اكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا ثم يقول فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت إذن من أراد أمرا آخرا أو يقول عدم النجاح إن في ذلك إيذاء بلا شكل الحي إيذاء بلا شكل الميت كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي انتقل إلى ربه وإيذاء لمن ينتسب إليه وذلك الإنسان العاقل يختار دائما النجاح اختيار النجاح واختيار السلام هو أمر مهم جدا لا أريد أن أطيل في مسألة النجاح ولكن أتكلم في مسألة البر كيف بر النبي صلى الله عليه وسلم أمه تعرفون كيف برها برها بزيارتها في قبرها عن عبد الله بن مسعود خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها من المقابر فجلس إليه أي إلى القبر فناجاه طويلا صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارتفع صوته ينتحم باكيا فبكينا لبكائه صلى الله عليه وسلم تخطى جميع القبور حتى وصل إلى قبر والدته السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها ورحمها وهذا أمر لا بد أن أقوله رضي الله تعالى عنه ورحمها عنها ورحمها من لا يريد أن يقول ذلك فهذا الأمر متاح له لأن الإمام السيوطي بيّن أن هذه ليس فيها إجماع ولكن سلوك مسلك الأدب في هذا الأمر هلا تعتقدون أنه مهم بلى والله إنه مهم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بقية الحديث أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ما الذي أبكاك قد أبكانا وأفزعنا فأخذ بيد عمر صلى الله عليه وسلم ثم أومأ إلينا فأتيناه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفزعكم بكائي أفزعكم بكائي فقلنا نعم يا رسول الله فقال ذلك أفزعكم بكائي قلنا نعم يا رسول الله مرة ثانية ثم قالها مرة ثالثة أفزعكم بكائي قلنا نعم يا رسول الله قال إن القبر الذي رأيتموني أناجيه قبر أمي آمنة بنت وهب وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي وهذا الكلام رواه الإمام بن أبي داود بهذا النص فقط ووقف عليه وذكره أيضا الأزرق في كتاب أخبار مكة وروا بن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بالأبواء أي في الطريق إلى المدينة منطقة الأبواء منطقة معروفة في عمرة الحديبية قال إن الله أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فأتاه فأصلحه يعني رتبه صلى الله عليه وآله وسلم مما كان عليه وبكى عنده صلى الله وسلم عليه وبكى المسلمون لبكائه صلى الله عليه وسلم فقيل له في ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم أدركتني رحمتها أدركتني رحمتها فبكى صلى الله عليه وآله وسلم قال أدركتني رحمتها فبكيت وهذا الكلام ذكره صاحب الطبقات الكبرى ولا شك أن الاستئذان والزيارة تعبير قوي منه صلى الله عليه وسلم عن المحبة وعن التعلق فر الوالدين أيها الإخوة والأخوات له فوائد هو من كمال الإيمان ومن كمال حسن الإسلام ومن أفضل العبادات وأجل الطاعات وهو طريق موصل وموصل إلى الجنة وهو طريق الزيادة في الأجل والنماء في المال والنسل ورفع الذكر أيضا في الآخرة وحسن السيرة في الناس وبر الوالدين يفرج الكرب ومن حفظ كما قال صلى الله عليه وسلم ودأ بيه لا يطفئ الله سبحانه وتعالى نوره